اشتركوا في القناة نفظه الله في تنفيذ الرؤى والتطلعات الملكية السامية عبر القيادة المتميزة والمشاريع المتجددة والروح الوطنية الجامعة لفريق البحرين ونوها معالي رئيس مجلس النواب أن المناسبات الوطنية المجيدة فرصة ذهبية لتجديد الانتماء الحقيقي للوطن والعهد بالسير على خطى ونهج قائد مسيرة التنمية والبناء جلالة الملك المعظم رعاه الله التي شملت جميع نواحي الحياة مما جعل مملكة البحرين تتبوأ المكانة التي تستحقها بجدارة بين دول العالم بفضل تكاتف سواعد أبنائها والحفاظ على وحدتها وتماسك مجتمعها مؤكدا معاليه على أن مجلس النواب سيواصل بكل أمانة ومسؤولية عطاءاته خلال الفصل التشريعي السادس وسيعمل على سن وتطوير القوانين والتشريعات لمواكبة حركة تطور المجتمع ونمائه على كافة الأصعدة ترجمة نانسي قنقر